خلينا أتكلم محادتك على التجاوزات اللي بتحصل من بعض قائدي السيارات وهنا مش عايز أستسني حد من قائد المركبة العادية الملاكي للأجرى للنقل لحتى صائق الموتسكلي يعني أو الدرجات البخارية أو الفيسبا زي ما هو متعرف عليها كم هذه المخالفات إزاي نتعامل معاها أو إزاي نقلله دي ترجع لعدات وتقاليد أني خلال الأربعين سنة الماضية كان فيه سوق تنظيم في شبكة الطرق ما فيش شبكة الطرق حديثة شبكة الطرق اللي بيتم إنشاءها بطريقة غير سوية غير سليمة لما أنت تيجي تبني خمس مدن زي رحاب واحد ورحاب اثنين ومدينة الشروق ومدينتي ومدينة باد على بعد عشر دقايق بالسيارة من مصر الجديدة وتيجي من الجيهة الأخرى تبني مدينة 6 أكتوبر اللي كانت محافظة والي قتلنا دوات حوال 4 مليون نسمة وتلني على بعد عشر دقايق والخمساش دقايق من المهندسين ومدينة لبنان فأنت كده بتعمل تقدسات مرورية بتعمل الزحام مروري هذا بالإضافة أن إمكانيات المرور خلال الأبعين سنة ماضية كانت ضعيفة بمعنى أن كان رجل المرور سواء كان ظابط أو فرد بيعتمد على نموذج 125 اللي هو إيه؟ اللي هو الدفتر اللي بيمكن مع الزابط اللي هو بيدي فيه المخالفة لو أنت بتتجاوز السرعة أو بتقف صف تاني أو بتمشي عكس التجاوز أي كافة أنواع المخالفات طبعاً هجيب من كم الزباط وكم أفراد أنشرهم في الشارع عشان يضاروا يحصلوا تلك المخالفات لا وخليني كمان أأكد مع حضرتك أنه برضو أحياناً أنا مش ضمن بياخد المخالفة ده ممكن يكونت دائماً إني فهو ده بتحصل رحمة ديني المخالفة لا إحنا مش بنتكلم بقى في حاجة خاصة إحنا بنتكلم بالصفة عامة دلوقتي هي العمومية أن الإمكانيات بتاعة رجل المرور خلال الأبعين سنة الماضية كانت ضعيفة إمكانيات الضبط بالضبط كانت ضعيفة من حيث أن أنا أقدر أضبط الشارع المصري هذا بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون تطبيقاً جدياً بالإضافة إلى ضعف المخالفات يعني مثلاً أنت زال الصفة تاني كانت بعشرة جنيه وخبار حضرتك كانت مخالفة الإشارة مش عايفة 30 جنيه كسر الإشارة آه اسمها مخالفة إشارة ضوائية نتكلم بالمصاحة المتعرفة لكن هذا الوطع تغير تماماً من عام 2014 إزاي مسياد الرئيس بعمل بنية تحتية للدولة كان شبكة الطرق إنه قام خلال سبع سنوات بإنشاء 7300 كم مربع بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 5000 كم مربع بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 1000 كبري ونفع هذه شبكة الطرق ساعدت بشكل كبير على إنشاء 14 مدينة جديدة تنطلق للجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي على مساحة 70 ألف فدان بالإضافة إلى طبعاً ونحن عايشين هذا الأجواء بالنسبة أيضاً لمدينة العالمين واللي هي أيضاً على مساحة 48 ألف فدان واللي هي تعتبر أول مدينة مليونية على الساحل الشمالي واللي هي اقتلنا حوالي 3 مليون نسمة والعاصمة الإدارية 7 مليون نسمة كل العاصمة الإدارية على بعض من القهرة 60 كم مربع فكده في هايوي في مسافة هذا بالإضافة إلى التنصيق التام من الدولة لوزارة الداخلية وطبعاً هبنشكر الدولة على أصلاح قهرة السياسية إنه هو إدى وزارة الداخلية الإمكانيات اللي تقدر تحققها بها لانضباط في الشارع المصري من خلال الردارات الحديثة الكاميرات الديجتال الإشارات الضوئية الإلكترونية إشارات الضبط عبور المشاكة كمان بالضبط إشارات الثواني فيه دلوقتي كمان حضرتك بس هي ممكن مش متعممة قوي اللي هي الإشارات بالنسبة لإخواتنا وآهلينا فاقد البصر ودي ممكن فيه إشارة منهم ابتدت تنزل ابتدت تنزل وفيه إشارة منهم موجودة دم إحدى الفنادق الشهيرة أمام حضرت الحيوان كل هذا ساعد بشكل كبير على تحقيق الانضباط المرضي في الشارع المصري وضبط إيقاح حركة سير الصيارة هذا بأضافة للوقتة مهمة جداً معاش أسر وقتها كلام حضرتك عشان المشاهد اللي شايفني وهي تحقيق العدالة في المخالفات على الكلمة الحديقة قلتها مسبقاً إليه يحصل نوع من التجاوز دلوقتي العنصر البشري ليه يتدخل نهائياً يعني الدفتر 125 ده تلغى؟ لا موجود بس الأساس دلوقتي الرادارات طب لا وانا يعني يعني انا دلوقتي بيجي علي مخالفات من الرادارات ومن الدفتر 125؟ الدفتر 125 بيجي لحضرتك بيجي بقى في إيه بقى إيه العنبيات اللي هي في الأماكن التجارية يعني مثلا منطقة لو ناخد دي مثلا بيدان الجامح في مصر جديدة آه تمام